أنا باحترم جداً وانا قلت الكلام ده حتى في مرة بعد مدخلة كنا فيها مع بعض احترم جداً المسؤول القادر على الرد على كل الأسئلة المسؤول يعني قادر يدير وقادر كمان أن يرد على كل التساؤلات خاصةً لما تكون انت موجود في منظومة لها شعبية كبيرة في مصر هي منظومة كرة القدم فدايماً الأسئلة بتبقى كتير والأحداث بتبقى كثيرة فدايماً الردود بتاعتك بتبقى الردود المميز ده فضل من ربنا وزي ما انت قلت كرة القدم هي اللي بتحرك الناس مصدر ساعدتهم مصدر بهجتهم وللأسف أحياناً بتكون مصدر حزنهم صحيح لما منتخب أو أهل أو زمالك أو أي نادي بيمثل مصر في أي بطولة أو أي لعبة فردية لها شعبية زي أبطال يلد في اللعبة الجمعية كمان مع كرة القدم الباسكت أي لعبة بتحس الناس كلها فرحانة سعيدة عاوزة حاجة تفرحة في نفس الوقت لو لقد الله تعرضنا الهزيمة زي ما شفنا مثلاً كاس الأمم وخلافه حالة كبيرة جداً من الحزن صحيح فهي دي يعني المصدر البهجة والسعادة والفرحة للناس كلها فعشان كده عاوز أطلع أقول كل شيء ما خبش على الناس حاجة لأن أفضل طريق اللي أنت توصل به للناس هو المزقاية مظبوط وليس ألم بالتأكيد بداية الحديث أكيد خبر وفاة أحمد رفعت أزعاجك كمسؤول وأزعاجك إعلامي وأزعاجك كمشجع لقرة القدم كيف تلقيت هذا الخبر؟ أحزنني كإنسان قبل كل شيء صحيح أنا يعني صحيح البارح كنت نايم متأخر جداً فصحيح ممكن أول مرة بعد الظهر بشوية فبفتح الموبايل عندي لقيت وفاة أحمد رفعت وتشيع الجنازة وصور مش عايز تصدق الخبر خلص كلنا عملنا كده أومي صحيح كلنا قلنا خلاص أحمد رفعت الحمد لله ربنا بعد يعني غيبوبها طويلة جداً ومعاناة شديدة جداً عادت له قبلة الحياة مرة تانية فكان كلنا عندنا أمل في أن أحمد رفعت يرجع وحدة وحدة بر الملعب لغاية ما يوصل للملعب ويمتعنا بعد ده أقول لي إحنا متعودين عليه الخبر أحزنني جداً جداً يعني فأنا أنا من الناس اللي لو يعني دايماً أقولها كده تعلمتها إحنا ناس فلاحين وتعلمتها يقولك العزب السمع والفرح بالدعوة يعني ما تروحش فرح لما يكون عندك دعوة ولو سمعت أن فلان توفف في مكان روح دي ببساطة جديدة جداً الواجب ما فيش أفضل منه شوفناك المرح موجود في العزب لسهما بقى لما يكون واحد من الوسط فانتصلت للأستاذ جمال علام لي تقول لي ده أنا جاي العزب قلت له خلاص أنا في انتظارك لأنه في كفر الشيخ أنا في طنطة فات وروحت أنا والأستاذ جمال نسأت الله مشهور ما كانش موجود كان برا القاهرة خالص من الناس برضو اللي ما بسيبش الحاجة محمد بالوفا كان في الصعيد تمر كانت تعرف مع المنتخب الأولمبي فروحت أنا والأستاذ جمال علام قدمنا واجب العزب هناك كان في استعبالنا أهله طبعاً ربنا سبحانه وتعالى يتغمدوا بواسع الرحمات ويصبرهم لأن الخبر كان فجعاً فخالص تعازي لأسرته أولاً خالص تعازي لأسرة الرياضين في كفر الشيخ في مصر كلها في وفاة شاب مصري كان عنده أمل كان عنده طموح لكن دي إرادة ربنا وقضاء الله وقدره ولا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب